قصر بعبد المحصن ضد الكورونا بإجراءات وقائية من تعقيم وفحص الحرارة بحث جدول أعمال عادي من تسعة بنود حيث حضر داء الكورونا على طاولة النقاش من خلال كلمة لرئيس الجمهورية في مستهلها مقدرا جهود وزارة الصحة في معالجة ظهور الفيروس على بعض الأشخاص كما شدد على الاستقرار الأمني مرحلة صعبة لكن العمل مستمر بتصميم مشددا على ضرورة المحافظة على الاستقرار الأمني في البلاد والحقول دون أي تعرض للمؤسسات والأملاك العامة والخاصة والمراكز الرسمية رئيس الحكومة حسان ديابو في كلمة مكتوبة أعلن أنه يجري الاستماع بواقعية إلى اقتراحات بشأن اليوروبونتس بهدف الوصول إلى قرار يخلص البلد ويحقق مصالح اللبنانيين ويحمي أموالهم وممتلكاتهم كما شن هجوما سياسيا جديدا على من اعتبرهم يخنقون البلد ويمنعون الحكومة من معالجة التراكمات التي سببتها السياسات المالية نفعل المستحيل لنعالج تراكمات كبيرة وكثيرة أدت إلى الوضع الحالي وبكل أسف هناك أشخاص في المقابل يفعلون المستحيل ليخنقوا البلد ويقطع شريينه ويمنع الحكومة من إنقاذه ما يحصل معيب واللبنانيون باتوا على علم بهذه اللعبة والعجيب أنهم يحاسبون الحكومة وعمرها ثلاثة أسابيع وعلى تراكم مشاكل عمرها عشرات السنين لذلك أدعو كل الوزراء أن يكونوا على مستوى المسئولية لخدمة اللبنانيين حتى نخفف عنهم الأذى الذي يصيبهم نتيجة السياسات التي أدت إلى حالة البلد المالية والاقتصادية والمعيشية التي يعيشها استمع مجلس الوزراء إلى عدد من الخبراء الماليين والقانونيين لمواكبة البحث فيما يتعلق بسندات اليوروبونس وجرى عرض الخيارات التي على ضوئها سيتم اتخاذ قرار رسمي بشأنها في الجلسة المالية يوم السبت يسبقها اجتماع مالي برئاسة عون وحضور كل من بر ودياب ووزيراء المال والاقتصاد ونائب رئيس الحكومة وأحاكم مصر في لبنان ورئيس جمعية المصارف وعدد من الاستشاريين إقرار مشروع قانون يرمي إلى رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسئولية عامة بالانتخاب أو بالتعيين وعن كل من يتحمل مسئولية تنفيذية أو رقابية في المصارف والسناديق والمجالس على أنواعها والجمعيات السياسية وغير السياسية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية وكل من تتعاقد معه الدولة لتنفيذ التعهدات إقرار آلية حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات في الخارج موضوع السرية المصرفية أخذ نقاشا كبيرا وقد فصل قانون الضريبة عنه على أن يبدأ تطبيق القانون منذ العام 1991 وجرى اختصار السفر بالاعتماد على السفراء والديبلوماسيين في الخارج مع إعداد تقرير بعد كل مهمة على أن تكون محصورة بخطوط طيران الشرق الأوسط باستثناء الدول التي لا تتضمن خطوطا مباشرة عليها أما إدارة النفايات الصلبة فأرجئت إلى الجلسة المقبلة مع تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعداد دراسة حول توسعة مطمر جديد والقدرات الاستيعابية وجهوزية مطمر النعم كما ستعمم وزيرة الشباب والرياضة إلغاء أي نشاطات رياضية وكشفية حتى نهاية شهر أدار